أدانت السفارة الأمريكية في اليمن المحرقة التي ارتكبتها ميليشي الحوثي الإرهابية ضد المدنيين يوم أمس الأول في محافظة مأرب وقالت القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثل واسل في تغريدة النشرة الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة لدى اليمن في تويتر نشعر بالصدمة المروعة من استخدام الحوثيين صاروخا باليستيا لتدوير محطة الوقود في مأرب الأمر الذي تسبب في قتل وجرح مدنيين ومهاجمة طاقم سيارة كانت قادمة لإسعاف الجرحة بطائرة مفخقة مضيفة أنه يجب أن ينتهي هذا العنف اللا إنساني شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة